ترأس ولي العهد السعودي الرئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء في نيوم الشمال الغربي المملكة العربية السعودية وخلال الجلسة عبر المجلس عن تطلع المملكة في أن تسهم عملية السلامة التي أطلقتها إلى جانب جامعة دول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمهورية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في التحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حيث ترمي المبادرة وفق مجلس الوزراء السعودي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات شرعية الدولية ومبادرات السلام العربية كما سند المجلس الاتجاه الدولي الرامي إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الدولي من أجل تسخيل التقنيات النووية لخدمة البشرية ودعا إلى تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم عموما وشرق الأوسط خصوصا كما رفض ولي العهد في وقت سابق أي مبررات تسمح لامتلاك طهران أسلحة نووية تزعزع الأمن في المنطقة وفي سياق مختلف التقى هيث بن طارق سلطان عمان في قصر البركة بالعاصمة العمانية مسقط عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم الشارقة سلطان القاسمي إثر زيارة رسمية للسلطنة تستغرق يومين وخلال زيارة رحب السلطان العماني بحاكم الشارقة والوفد المرافق له مؤكدا حرص السلطنة على العلاقات الأخوية والارتباط الوثيق بين البلدين وأشاد بالمسيرة التنموية والثقافية في إمارة الشارقة في كافة المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية والفنية والاجتماعية كما تفقد القاسمي في زيارة أخرى الفن المعماري الإسلامي الذي يميز جامع السلطان قبوس الأكبر بالعاصمة العمانية مسقطة حيث طلع على مرافق الجامع الذي تبلغ مساحته أكثر من 416 ألف مترا مربعا كما تبلغ ساعته الإجمالية 20 ألفا من المصلين وزار القاسمي دار الأوبرا السلطانية العمانية حيث استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل حول مرافق الدار الذي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف ومئة مقعدة وتستضيف الدار أكثر من 50 حدثا موسيقيا عربيا وعالميا في العالم الواحد وفي شان السياسي عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ساقر غباشة بمقر المجلس في أبوظبي جلست مباحثات مع فيات شيسي لا فولدينا رئيس مجلس الدومة لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له خلال زيارتهم لدولة الإمارات إثر دعوة رسمية وخلال الزيارة أوضح الجانب الإماراتي إلى أنه ينظر بتقدير كبير لتلبية الجانب الروسي للدعوة وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين ووقع رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع الجانب الروسي مذكرة تفاهمة للتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية وتعزيز التشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشتركة واحترام المواثيق الدولية وأشار الجانب الروسي إلى أن المستوى المميز من العلاقات السياسية والاقتصادية مع الإمارات ينعكس بشكل إيجابي على مستوى العلاقات والتعاون في كافة المجالات بين البلدين